نحب الخدمة بتاعي نحب نبدح فيها اتخذ المصري أبو ناصر من جليد النخيل حرفة يدوية لصناعة الأثاث المنزل خلال سنوات إقامته بالجزائر فصخر خبرته وتجربته للإبداع من خلال تصميم كراسي وموائد تصر ناظره فكيف كانت البدايات قطيت إلى الجزائر في عام 2007 أول دخولي للجزائر كان الصحراء لأن الصحراء هي منبع أو أساس الجريد النخيل فأتيت ألوات صوف والوليات المجاورة لها عثار بحسنين السلعة موجودة أو المواد الخام موجودة في الجزائر لا يستوردوهاش أنا نخدم مع ورقلة مع بسكرة مع الولاد بتاع الصحراء يعني معظم غير داية إحنا رانا نخدمه من الساعة 8 للساعة 6 عندنا عشر ساعات خدمة يومياً ممكن تخدم كرسي ممكن تخدم زوز ممكن ما تخدمش حسب المجهود لأنه تتطلب المجهود العذري والمجهود البدني ومن 2011 رونا في برج بارريج لوقتنا هذا الخدمة بتاعنا رأي ممتشرة على مستوى القطر الجزائري على 58 ولاية معظم اللي يدوا السلعة بتاعتنا راهم بتوع المطاعم والمقاهي قليل من البيوت والمنازل هم اللي يدوا السلعة معنا يعني يد كرسي زوز أما المطاعم والمقاهي يدوا بكميات يعني طموحاتنا والله في هذا المجال بتاع الخدمة هذه إحنا تمنينا يعني من مجال التوسعة أول شيء إن إحنا نعلمه الشباب وكانوا تكوين المهني مع تنصيق مع تكوين المهني يجبعونا الشباب وعلمناهم عنده ستة شهر عام حسب التفاهم بيننا وبين التكوين المهني ويتعلم مش على قد البرج على قد 58 ولاية بتوع الجزائر في كل جريدة اللي واش تسخدم كان الخشينة اللي خدموا بها كوريسة دوبلي وطوابل وكان الرقيقان خدموا بها لطابورياك ذالي ليستر ديكور المهنة هذه صح فيها تعبوا فيها كلس بصح تروح بها بعيد إن شاء الله كما يقولوا الناس بك يوحيو والدين وتقوات حرفة اليدين لازم تخدم كما نقول لك هنا الغدواء تلقاها في المستقبل إن شاء الله والله يا عالم كما نقول لك حرفة لم وتناهية كل نهار تتعلم حاجة جديدة فيها وكل نهار تتطور كثر وكثر ليؤكد بذلك الحرف أبو ناصر أن السعي للرزق ممدود والطموح للنجاح لا تحده حدود